والله هي أولاً التعريف والانتماء إلى داعش أنه يكون لازم دقيق يعني احنا تعرف هذه الصفة أي شخص تقدر تطلق عليه هذا والانتماء إلى داعش إذا على التعريف الحكومي محن ما يطلع محن يطلع أصلاً شيء هم من النوب يصير تقييد النوب على حتى الموجودين فإحنا قلنا أنه كل يعني يتعرفون أنه من مولى قتل جهز يعني تنظاف تعبيرات أو تعريفات تخلي أنه الشخص مثلاً شخص قال لك أنه هذا داعشي وشلت وأخذت زي أنت تجي تريد تحكم عليه بجريمة غير تقول له إي هذا قتل أو هذا جهز أو هذا مول يعني لازم أكفة صفة يعني هذه صفة ما ممكن أنه ثانياً أنه إحنا في حينها مشينا أنه إعادة محاكمة أيضاً هذه كانت غير فعالة حتى في حينها كان القانون كأنه ما شمل يعني ما كان أكفة شي يعني أنت تجي تعيد نفس التحقيق وأدوات التحقيق ونفس المحاكمة قلنا إعادة التحقيق إعادة التحقيق للأشخاص يعني أنت تعرف أنه حتى بالدستور يعني مادة 37 وتقول لك جيم أنه يحرم الأخذ بأي اعتراف أخذ بإلكراه يعني أنت تعتبرون أنه الأوراق التي توصل للقضاء أو للمحكمة هي بالأساس أكو بها إشكالية بها إشكالية أنت حتى بالمواد الدستورية يقول لك لازم أنه يتعرض أو من حق كل فرد عراقي أنه يكون إلى حق الإجراءات قضائية عادلة أو محاكمة عادلة شيني معنات المحاكمة العادلة؟ أنه أنت من يوم تاريخ القابض علي احتجازه هل طبقت 24 ساعة من احتجازته شون إلى التحقيق إش طريقة التحقيق هذه نسميها محاكمة العادلة إحنا طبقنا مواد الدستور هل أنه إحنا أسئن عملية تطبيق القانون هناك أسائب العملية مال تطبيق القانون إحنا ممكن من يجي إحنا مو دولة فاضلة ولا مؤسسات فاضلة ممكن ستعرف إحنا في تطور يعني بالتجاوز على المال على الأشخاص على الحرية يعني للأسف ليش من أمن العقاب أساء مو أساء الأدب أساء إلى المال العام وإلى المواطن وإلى حريته يعني الأدب يخصه بس أسائل الجميع فبالتالي إحنا ليش القانون لا نريد نطلع إرهاب ولا نريد من يقتل إحنا المتضررين يعني إحنا محافظاتنا هي اللي تأذت يعني مو محافظات أخرى مع احترام للجميع يعني إحنا عدة مرات قاعدة توحيد داعش مسميات عديدة فإحنا ما نريد من يطلعون مع ذلك أكو هناك إساءة في تطبيق القوانين نتيجة الظروف الاستثنائية الغير طبيعية اللي طبقنا بها القانون شنو الصيغة اللي الآن ممكن تكون مقبولة لكم في قانون العفو العام وبنفس الوقت أو بالأحرى هل استغل هذا القانون من أطراف أخرى لزج بعض الفقرات اللي تخدم بعض الشخصيات أو بعض الأطراف يعني إحنا نحاول يعني إحنا بسم تقدم وسيد رئيس المحمد الحلبوسي بأنه إحنا هدفنا عدم إخراج القتل والإرهابيين إذا يريد كتل سياسية أخرى تريد تستغل القانون فإحنا ضد استغلال هذا القانون